اهلا بحضرتكم من جديد مشاهدين الكرام لان نتحدث عن ما يصير على السوشيال ميديا من تغريدات تدوينات صور اخبار متعلقة بالاحداث الجارية ودعونا نلقي نظرة على الصورة الاولى التي لدينا امام حضرتكم هناك اخبار مبشرة فيما تعلق بالاحداث التي تشهدها السودان السودان الحبيب مع الاسف الشديد الحرب لا زالت جارية فيه حتى الان لكن المفرح والمبشر هو ان الجيش السوداني البطل يحقق نتائج طيبة للغاية فيما يتعلق بمحاربة هؤلاء الارهابيين المرتزقة الذين اتوا من عدة دول افريقية من شاد جنوب السودان اسيوبيا لكن الجيش السوداني يتصدى لهم الان بكل ما اوتي من قوة وامام حضرتكم محمد عز كتب ليقول الصفحات الليبية تضج بنشر اخبار قتلى ومفقودين للمرتزقة الليبيين المشاركين مع ميليشيا الجنجاويد وهو يشير هنا الى ميليشيا الدعم السريع هذه التي يقودها حميتي والتي تحاول ان تنقلب على الجيش السوداني في الوقت الراهن لكن الان الجيش السوداني وعن طريق الطيران الحربي وعن طريق رجال افراد وضباط وجنود الجيش السوداني وايضا من معهم من ابطال معركة الكرامة من رجال المقاومة الشعبية الذين اعلنوا عن التحامهم برجال الجيش السوداني في هذه المعركة التي تسمى من قبل الشعب بمعركة الكرامة يوجهون ضربات موجعة مؤلمة لهؤلاء المرتزقة وهؤلاء المرتزقة الذين اتوا من ليبيا بالقطع لا يعبرون عن الشعب الليبي هم قلة صغيرة اتت الى السودان من اجل المال ومن اجل المخدرات ومن اجل ان ينهبوا وان يقوموا بعمليات سارقة وسلب ترجمة نانسي قنقر